السلام عليكم يا رب تكونوا بخير الفيديو ده هيكون فيديو جديد من سلسلة ازاي وفي الفيديو ده هنعرف ازاي ممكن نعمل مراية على بلندر فيلا بينا نبدأ على طول بس قبل ما نبدأ بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنت ودلوقتي يلا بينا نبدأ اول حاجة هعملها ان انا هعمل اد مش سلندر وبعدين هعمل اس زد علشان اصغره على الزت اكسس خالص حاجة زي كده وبعدين هعمل ار واي تسعين علشان اعمل روتيت على ال واي اكسس تسعين درجة وجهزة علشان نرفعه فوق الارض واس زد علشان ادي المراية الشكل البيضاوي اللي انا عاوزاه زوم ان علشان اشوف كويس وكنترول اي علشان اعمل ابلاي سكيل ودلوقتي علشان اعمل الفريم بتاع المراية فهروح تاب عشان اروح للأدت مود وهاختار الفيس سلكت وهدوس alt وهتأكد ان انا واقفة على edge من دول علشان يعمل لي select على ال edge loop دي كلها فهدوس alt وهدوس دوسها هنا كده عشان يسلكتلي ال edge loop دي كلها وهعمل shift d علشان اخد منها نسخة بالشكل ده وكليك يمين علشان النسخة دي تكون مكانها بعد كده هدوس p من الكيبورد وهعمل separate by selection وبكده ال selection او الفيس اللي انا خدتها او الفيس اللي انا خدتها بقيت عندي عنصر لوحدها او object لوحدها فلو رجعت على object mode ودوس تدوسها برك كده ودعا دين جيت هنا عملت select هلاقي انه ال selection اللي انا كنت عاملاه ده بقى عنصر لوحده لو عملنا جيه كده وحرقنه ده بقى كده بقى عنصر لوحده عندي هدوس click يمين بس علشان ما غيرش حاجة من مكانها وهرجع تهاب على ال edit mode ودلوقتي هدوس a من الكيبورد علشان اعمل select all وهدوس es عشان اعمل extrude واعمل scale في نفس الوقت واكبرها حاجة بالشكل ده علشان اعمل الفريم بتاع المراية بعد كده هركع على object mode وهعمل s x عشان اعمل لها scale على ال x axis حاجة بسيطة زي كده و control a وهعمل apply scale دلوقتي علشان اخلي الجزء بتاع الفريم ده شكله حلو شوية فهروح على modifiers وهعمل add modifier وهعمل bevel modifier وممكن ازود segment هنا لاثنين او ثلاثة حسب ما انت عايز وممكن اقلل amount شوية للدرجة اللي كل واحد حابب انه هي تكون بعد ما هزبط ال bevel بتاعي انا عملت ال amount تقريبين 0.01 والsegment ثلاثة بعد كده هروح هعمل add modifier كمان وهعمل subdivision surface modifier علشان اتخلص من التكسير اللي في الشكل ده عمديه علشان يكون نعم خالص فهعمل add modifier subdivision surface modifier ودلوقتي هعمل click يمين و shade smooth وبقى عندي شكل الفريم بتاع الميراية والميراية حاجة زي كده اخر حاجة هعملها علشان لما انفز الميراية يكون شكلها باين هعمل add mesh plane وهعمل s عشان هعمل لها scale حاجة بالشكل ده ودلوقتي لازم تتأكد ان انت تيجي من render properties هنا ومن ev تغيرها cycles علشان يبقى عندك شكل الميراية والانعكاس بتاعها كويس من غير اي مجهود اضافي من ال viewport ممكن ننزل دي لمتينة علشان ما نتعبشي الجهاز قوي والdevice cpu دي هتخليها gpu compute لو عندك كرت شاشة او ممكن تخليها cpu لو عاوزت ان هو يرندر على ال processor بعد كده هنروح على render preview وهنبدأ نضيف الماتيريال دلوقتي حالا هنروح على الجزء اللي بره الاول وهعمل material وهعمل new material وممكن اديها الماتيريال اللي انا عوزها فممكن اعمل حاجة زي كده مثلا وخلينا نغير كمان لون الماتيريال بتاعة ال plane علشان نشوف هل الميراية فعلا هتعكس ولا لأ فهدي الارض لون اصفر شوية زي كده وبعدين هيجي من هنا من الجزء اللي في النصط وهعمل new كل اللي انت محتاج تعمله بمنتهى البساطة ان انت محتاج تتأكد ان انت تقلل roughness على الاخر وان انت تزود المتالك على الاخر وبستكد بكده بقى معيك الميراية دلوقتي لو عملنا مثلا add mesh cube وعملنا له scale شوية gz وخلينا نجيبه gx مثلا gy كده بقت الميراية اهي بتعكس عندك كل حاجة طبعا مش شرط ان تكون عندك الميراية بالشكل ده انت ممكن تختار ان انت تغير برضو في شكل الميراية بتاعتك فلو انت حابب ان انت تغير اللون بتاعها ممكن تغيرها لل Religion اللي انت عاوزه خلينا نعمل control زات علشان نرجعها لونها الاساسي ولو انت حابب ان انت تقلل الانعكاس بتاعها ممكن تقلل متالك شوية فتبقى عندك حاجة بالشكل ده حسب ما انت عاوز وممكن تزود الرفنس بتاعتها لو انت عاوزها من غباشة كده او لو انت عاوز تعمل حاجة بتعكس بس مش بيور اوي زي المراية فممكن تتحكم في الرفنس بتاعتها بالشكل ده وبس كده دي كانت الطريقة اللي ممكن نعمل بيها المراية على بلندر فيارب يكون الفيديو كان مفيد ليك وطبعا بفكرك في اخر الفيديو لو عجبك الفيديو او استفدت منه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول وعلشان تدعم القناة كمان ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات ياريت تسيبوهن في الكومنز ومتنساش تبعط الفيديو لأي حد ممكن يستفيد منه وبس كده اشوفكو في الفيديو اللي جاي ان شاء الله باي باي